صلاة والسلام على اشرف المرسلين اهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات هناخد دلوقتي المتحانات بتاعت الصف الاول السانة والتمرسي سريعا كده خاصة التعديلات اللي حصلت الجديدة وطبعا دول عشر متحانات صغيرين جمال جدا كده هنسألة فيهم اول درس كده سيبريزونتي هناخد اول موخف عندنا كده ونتكلم فيه مع بعض اول موخف بيقول تيدي موندا تونمي انت بتسعل صديقك عن عنوانه كسك تيدي ماذا انت تقول طبعا حسعل صديقك عن عنوانه هقول له اوتابيت ايه تسكن كليه توندريس مع عنوانك اللي رقم دي داكور ماشي الجملة اللي بعدها بيقول تيبارل دوتا كولاغ بغي فغي يعني انت تتحدث عن الكولاغ يعني اللون المفضل بتاعك انت فماذا تقول بتقول انا بحب الاصمر خلاص ماشي وانا بفضل الاحمر داكور يبال اتنين دول تمام بالنسبة لي اما الباقي خالص ايه مش حيماشوا معاي نيضي في السؤال اللي بعده بيقول تيب غيزونت انت بتقدم صديق من المدرسة السنة ولوالدك كاسكتي دي ماذا انت تقول هتقول له سيمون اونامين دوليسي انه صديقي من المدرسة السنة وانا عايزك تلاحز اوي كلمة امي هل هي مذكر ولا مؤنس ماشي وحقول وحتقول كمان سيمون كومبان دوكلاس انه صديقي من الايه من الفصل طبعا الاجابات المستبعد انا سيبها لك تفهمها انت بسرعة برقم اربعة تيدي موندا تونامين انت بتسأل صديقك عن عمره ها كاسكتي دي ماذا انت تقول هتقول انت ايه طالما بتسأله عن عمره هتقول له كيلاج اتي يبقى هي دي ها هتقول له انا عندي خمسفاشر سنة وانت يبقى هي دي شوف ها التنوع في الاسئلة وانتظر مننا حلقة المراجعة قبل اللي متحم بازن الله في رقم خمسة بيقول تيدي موندا تونامين انت بتسأل صديقك عن اسم والده هتقول ايه هتقول له ما اسم والدك ايوة اولو احدك اللي ايه كالي لون عنده تومبير او كومو سابل تومبير ما اسم والدك عارفين دايما كومو مع برب سابل ليه بتسأل عن الاسم وميبقى معناها ما طيب في الجملة اللي بعدها تي سلوين انت بتحيي صديقك لوماتا في الصباح يبقى دور على بونجو بونجو عالي دكو واقول له بونجورني يعني يوم سعيد يبقى عندي جملتين مهمينهم قدامي لابد اخد بالي منهم كويس اول بالجملة اللي بعدها رقم سابعة تيدي موندا اين بيرسان انت بتسأل شخص عن اسمه بتسأل حد عن اسمه بس هو حيقول لك بقى كاسكل دي ماذا هو يقول لك طبعا حيقول لك جو مابيل عالي انا اسمي عالي او يقول له مواسي نبيل انا اي نبيل طيب في الجملة اللي بعدها تي تي بريزانت انت بتقدم نفسك الى مدرسك كاسك تيدي خلي بالك تي تي بريزانت يعني انت بتقدم نفسي يبقى حقوله مواصي فريد انا فريد مواصي فريد يعني انا فريد او جومبيل سامي انا اسمي سامي يبقى في الحالة دينا بقدم نفسي طب فراخم تسع تيدي من دا ا اين برسان انت بتسعل شخص عن اسمه كسك تيدي حتقوله كالي طنن ما اسمك او كمون تي تابل اللي انا حافظها كويس جدا وعرفها اللي هي ما اسمك في الجملة اللي بعدها طنمي سيبريزانت يعني صديقك بيقدم نفسك كسك تيدي ماذا يقول حيقول انا تيو ماشي حيقول جسوي بيار انا بيار او انا اكون ايه بيار عندن في الموقف راخم 11 تيو برون كونجيدو احنا خدنا قبل كده برون كونجيدو احنا اكتب جنبها كده انها بتسعو فربي كتاي يعني يترك او يغادر بتسعو فربي لسي يترك بردو بتسعو فربي بارتير يرحل بتسعو فربي صورتير يخرج اما نقول المدرس خرج من الفصل راحل من الفصل غادر كل دي افعال وسبق وشرحناها مع بعضها قبل كده خاصة المشتركين معانا على المنصة تيبرون كونجيدو يعني انت بتستأذم من اصدقائك فحتقولهم ايه؟ هتقولهم اروفوار هتقولهم شاوة ابيس الحاجات بتاعت الاستئذان اللي احنا خدناها وخدنا منها كلمات كتير جد في رقم 12 تيدي موندا تونامي انت بتسعو صديقك لنوم دو صنباغ عن اسم والدو كسكل دي ماذا هو يقول خلي بالك هو اللي حيقول بقى حيقول ايه لسابيل بيير هو اسمه بيير صنو اليو اسمو اليو طيب تيدي موندا تونامي انت بتسعو صديقك عن صنج عن عمره كسكل دي ماذا هو يقول هيقول لك انا عندي 16 سنة لان انت بتسعو وهو اللي بيقول هيقول عمري بيكون 16 سنة واخد بالك الموناج بيجي بعدها بربقاتر اه لاحظ الحتة دي كويس او عشان بتجنى في الاختيار رقم 14 تيدي موندا تونامي انت بتسعو صديقك ساكولير بريفري عن نونه المفضل كسك تيدي ماذا تقول طب هقول له كالكولير تيام اه ايه لون انتو حب هقول له جيب غفير لغوز اتوا انا بفضل اللون غوز اللي هو اللون الوردي وانت طبعا انا عارف كويس قوي عشان اهرب من اي سؤال ممكن اقول المعلومة وحط في الاخر اتوا وانت جي مابيل محمد اتوا جي سانكو انا عندي خمس سنين اتوا وهكذا طبعا رقم 15 بنقوله فيها ايه بقى ماليها السؤال بس هي سؤالها غالبا انت بتسأل صديقك اين يسكن فهيقول جابيتا طنطا انا بسكن في طنطا هم سأله عن عنوانه مثلا هيقول جابيتا طنطا انا بسكن في طنطا او هيقول عنواني كزي يبقى ده السؤال غالبا تعال بقى للبرودكسيوم والحتة المهمة قوي اللي احنا عايزين ناخد بالنا منها عندنا طبعا انا هشرح وانت خليك معايا كده وانتابع معايا في الحتة اللي جاية دي كويس قوي احنا بنقوله قوي سؤال كومون تيتا بال وانت بتجاوب سؤال زي ده هجاوبه ازاي هناخد بالنا وحنكتب ايه كومون بتسأل عن الاسم يبقى حتى بجو مابيل اهي جو مابيل اه لا مش نافح كده الكتابة كده مش هداء يبقى ها ركز معايا شافه وحعمل لك حلقة خاصة بيهم كلهم فيها اليميلات وفيها الحاجات دي كومون تيتا بال ما اسمك يبقى حاول تيه لجو وكتب مابيل يبقى جو مابيل وكتب اسم بقى اي اسم طيب كلا جاتي ما عمره خلتي جو وحتبقى جي بعدها برب افوار اللي هي ا اي وبعدها يكتب خمستاشر سانة كنزون والجملة دي موجودة فو كالكولير بريفيرتي ايه لون انتو فضيل ها ها هقول له جو بريفير لو وحط اي لون بعدها الورنجي طبعا او الالوان اللي بتبضى بحرفه متحرك هتبقى قيل لها بسط يبقى دايما هنما تلاقي تيه خليها جو وصرف الفرب صح طبعا بريفير مش هيبقى فيها اسف الاخر يبقى جو بريفير لو غوجة تعال خد الايميل التاني بسرعة او ابيت تيه اينا تسكن يبقى ها تيه خلاص هتعودنا هنحاولها لايه لجو ها جو هتبقى ابوستروف عشان ابت مابدوعة بحرفه متحرك او مابدوعة باشي ايه صامتة وتعامل معاملة الحرف المتحرك ابت شيل منها حرف الاسف الاخر يبقى جو ابوستروف ابت بس شيل الاسف الاخر واكتب يا عم اطانتا اكتب يا عم االيكزاندري في اسكندرية اكتب او كير في القاهرة طب كاليسبور بريفيرتي اي رياضة تفضل ها تعودنا مع بعض حشيل تيه وحط بدلها جو ها واكتب بريفير بس من غير الاس يبقى جو بريفير انا اكتب رياضة اكتب لفوت اكتب لوتينيس وحلي بالك انها فعل الميون دايما بيجع بعدها اداة معرفة كالكولير دي تيستو تي ايه لون انتاكرة ها التيه هتبقى جو ها دي تيست شيل منها الاسف الاخر واكتب يبقى جو دي تيستا وبعدين يكتب بعدها لغوجة اللون الاحمر لون وار اللون الاصمر الى اخره عندنا في الجمل اللي هي قدامنا خد بالك معي في الموضوع انا بكتب دايما في الموضوع اكتب خمس جمل كل جملة مكونة من اربح كلمات تبقى انت كتب عشرين كلمة يبقى انت تمام جدا كده ها اكتب اربع جمل كل جملة مكونة من خمس كلمات بس يخليك في خمسة الخمس جمل بتبقى اقوى شوية بريزونتو توقع طون فوفيسير قدم نفسك لمدرسة ها وخد الموضوع وانا هكتبه لك وهو قدامك دلوقتي هتلاقيه ظاهر عندك عالشاشة طيب بريزونتو تون كاميرات دو كلاس قدم صديقك في الفصل ها هنكتب برضو موضوع تقديم صديق في الفصل هنكتبوه بيشتوب سهل وبسيط جدا ما بفوش اي حاجة وانتو متابعين انا هو واحنا هنشرحو مع بعض يلا هنكمل مع بعض الليسان ده الدرس التاني اللي هو بريزونتو ايدانتفيا سيكو با واحنا قلنا بريزونتو يعني قدم محدد هوية اصدقاء طيب ناخد السؤال الاولاني بيقول لنا ايه سؤال الاولاني تونم ايه صديقك بيسألك با عن عمرك كاسكل دي ماذا هو يقول طب هو اللي بيسأل يبقى حيقول انا عندي ستتاشر سنة وانت وحيقولك لاجتي ما عمرك في الجملة اللي بعدها رقم اتنين تديمون دوان كاميرات انت بتسأل من صديق دوكلاس من الفصل صنه عن اسمه تسأل صديق من الفصل عن اسمه كاسكل دي ماذا هو يقول انا عايزك تركز في نص الجملة التاني ماذا هو يقول طب انا بسأل صديق ولا صديقها صديق خلاص كده ما عنديش مشكلة يبقى جو مبال تيو انا اسمي تيو ومواسو بيو يبقى بدأ الموقف دا يتكرر كتير عندنا وحنا هناخد في الفترة الجاية تدريبات على الموقف كتير في الجملة اللي بعدها رقم تلاتة تيري مارسي تونمي انت بتشكر صديقك كاسكتي دي ماذا تقول بتشكر يبقى حقول مارسي بكو او جو تيري مارسي انا بشكرك طب في الجملة اللي بعدها بنقول ايه تونمي صديقك تيدي ماند تون ادريسي يعني صديقك بيسألك عن عنوانك كاسكتي دي ماذا انت تقول او خلي بالك من السؤال دا حقوله جابي تبغي انا بس كم في بغي او سديس غي اليكس عشرة شارع اليكس تونمي سيبريزانت يعني صديقك بيقدم نفسه كاسكتي دي ماذا انت تقول خلي بالك ان حد بيقدم نفسه فهتقوله ايه يا اما تقوله انشانتي تشرفنا يا اما تقوله بيان فيني مرحبا بتسوي كلمة ويلكم واحنا كلنا عارفنا اللي هي كلمة بيان فيني دي في رقم ستة بنقول عندنا تي ايدونتفاي يعني انت بتحدد هوية صديق في المدرسة كاسكتي دي ها خلي بالك انها بتكلم عن صديق وركز او في كلمة صديق ولا صديق يبقى او سيمون هو جاري ولا حقول سيمون كوباندو كلاس ايه وحية دي بقى سيمون كوباندو كلاس او سيمون امين لسي لاني بتكلم عن صديق من المدرسة السانوي بتاعتي في الموقف رقم سبعة بنقوله تيدي منضع اتونامي يعني انت بتسأل صديق تكشي نوفال عن اخباره كاسكال دي ماذا هو يقول اه انا ما اسأله عن اخباره وهو بيقول لي انا عايز اعرف بقى الحتة دي كويس اوه السؤال عن الاخبار ويخدنا مع بعض كلمة ايطار وسانتي ونوفال اللي هي ايطار حالة وسانتي الصحة ونوفال الاخبار وبسأل حد عن اخباره هو حيقول لي طب حيقول لي حيقول لي تري بيا زي الفل يبقى حيقول لي كلمة تري اه بيا جميل او حيقول لي كوم سي كوم سا نص نص كده طيب في الجملة اللي بعدها تي سالوي توم بروفي سيغ لو متان انت بتحيي اه مدرسك في الصباح فحقول له ايه او اقول له بون جورني طبعا دايما لما حي مدرسي فانا عارف كويس ان انا بتكلم مع حد اكبر مني فدايما يبقى فيه نوع من انواع البولاتيس اللي هو السيغ الاحترام اللي انا اشغل عليها اه لو عايزين المراجعة كاملة بتاعت المنهج اكتبوا لي تحت بس في الكومنتان وانا لو لقيت فيه طلب كتير عليها هعمل مراجعة على طول تعالوا بقى عندنا على رخم تسعة بسرعة بنقوله تيدي موند انت بتسأل صديقك عن سينوفال عن اخباره كسكي تيدي طب انا بسأله عن اخباره هقول له صفا وحقول له كومون صفا انا بسأله عن ايه عن اخباره طيب في الجملة اللي بعدها بنقول في رخم عشرة تيدي موند انت بتسأل صديقك ان يحدد هوية شخص او شخص يعني عاقل يبقى خلي بالك ان انا هقول له ايه كي سي من هزم ماشي وحقول له كومون السابال اسمه ايه ما هي كومون السابال فات حديد للهوية في ان انا بسأله طبعا احنا خدنا رخم سي اهي ماشي وخدنا رخم عه اللي بعدها تي تي بريزونت وحنا قلنا تي تي بريزونت الاتنين مع بعض طيب انت بتقدم نفسك لصديقك في الفصل كاسكي تي ديم انت هتقول ايه هتنهبها قبل كده انا اسمي فريد انا اسمي عالي وهكذا انا اسمي عالي في الجملة اللي بعدها في رخم اتناشر تيدي موندا تونمي انت بتسأل صديقك ساكولير بريفريع اللون المفضل كاسكي تي ديم ماذا انت تقول هاقول له هاقول له هنا طبعا جيملون وارتوا خلاص بقى حافظنا السؤال ده وحاقول له تييم كالكولاغ انت بتحب ايه لو تي برون كون جيدو انت بتستازم من اصدقاك يبقى كاسكي تيدي يبقى شاو او بلوس واحنا عارفينهم كويس مع بعض طيب في رخم اربعتاشر تي بريزونت اين كوبين اركز بقى انا بقى انت بتقدم صديقة من النادي من النادي يبقى لابد تكون الصديقة دي على اللعبة ولعبة انا اكون اعرفها من الالعاب اللي قدامنا وتكون كلمة صديق يبقى سي كوبين دو باسكيت انها صديقة من الباسكيت او سي ما كوبين دو آآ جودو يبقى مختل عبتينا هو عشان بتكلم عن النادي طب انت بتعتزي لمدرس الفرنساوي حتقول له ايه باردو ميسيو او حتقول له مع زيرة تن سيدي في السؤال هنا بيقول لي كومون سابيل تون فوازا آآ ده موجود كلمة تون فوازا طب انا قدامي حلين يا اما حاول تون لومون واقول مون فوازا سابيل يعني جاري يدعى واكتب اي اسم يا اما اشيل كلمة تون فوازا خالص وحط بضالها الضمير ايل واقول ايل سابيل هو اسمه الان مثلا جاك علي اي حاج كلا جلا مع عمره يبقى ايل اه ما بتتغيرش واكتب جنبها خمستاشر سنة مثلا كنزه كالكولير ايل بريفير ايه لون هو يفضل يبقى حكتب ايل زي ما هي وحكتب بريفير زي ما هي واكتب بعدها لو فلو مثلا لا زرق لون واغ لو زي ما انت عايز اي لون ولا لون كلها قلنا لو اسمها تصبق بلو دايما عندنا طيب في المثال اللي بعدو بيقول كومون سابيل تون امي ما اسم صديقك في الفصل طيب هقول له ايه ده جملة طويلة ايه شيل صديقك في الفصل واكتب ايه لصابيل ايه لصابيل واكتب جاك مسلا اكتب ماركة مسلا اكتب مسلا على علي احمد او الى بيت اين هو يسكون يبقى الى بيت اه حط حرف الجر ا زي اي مدينة القاهرة والفيوم حط قبلهم او او قبل القاهرة والفيوم طب كالسبور البريفير يبقى البريفير وحط اي رياضة زي ما قلنا قبل كده ودايما افعل الميون امي وادوري وبريفيري ودي تستي بتصبق بلو زي اذا الرياضة يبقى لو تينيسا لو باسكيت ماشي تينس وباسكيت وفوتبول التلات رياضات اللي انا عايزك دايما انت بحافظه ماشي عشان دول مذكر وسهلين بالنسبة طيب الموضوع قدم صديقتك في الفصل حكتب لك الموضوع دلوقته وحيظهر لك وتبقى انت عارف وخلي بالك استخدام الكلمات المهمة او العمر واللون المفاد بريزون دو سانك بيغسون قدم خمس اشخاص برضو حنكتب الموضوع ده بسهولة جدا قدامنا دلوقتي وحنقوله امي دولوسي صديق في المدرسة سانة ويبريزونتي داكور طيب حركز بقى ونخش على الدرس التالت الدرس التالت بيقول لنا ايه تيدي موندا تون امي انت بتسأل صديقك عن سي كاركتير عن سيماتو عن شخصيتو كلمة كاركتير يعني سيماتو الشخصية سيماتو المورال الاخلاقية يعلي هل هو كيميت خاجول ولا بفارد يباح استرجع بقى انا الكلمات اللي قدام بس انا بسأله يباح دايما انا مسأل بكومون ادور معها على برب اترا يباح اخذ على طول كومون تيه وكالي تون كاركتير ممكن اقول كال بس فيها اس سان تيه واتيه حتى بقى تيه واس وكاركتير رحوتي لها اس في الاخ طيب نيجو الدوم اللي بعدها بتقول عندنا تيه باغلا انت تتحدث تيه باغلا انت تتحدث دوتي كاركتير تبحث عن مزاياك بقى يباح حتقول جيسوي تميت انا خاجول ها حتقول جيسوي باسيونت انا صبور تيدي ماندا تونمي انت تسأل صديقك عن سي ديفو الديفو العيوب بقى والعيوب احنا قلنا كلمة بافار دعيب من العيوب اما نقوله كلمة جورمان جورمان يعني ايه اكول طبعا دعيب من العيوب اما نقوله كلمة تميت خاجول دعيب من العيوب يبقى انا حدور عن العيوب واشتغل عليه كلمة نيرفو عصبي كلمة امباسيون غير صبور اي حاجة بقى فيها اي سلبية يبقى على طول انا حروح اخد نيرفو وهاخد امباسيون نيرفو يعني عصبي امباسيون يعني غير ايه صبور في الجملة اللي بعده في رقم اربعة انا مي تيدي موند صديقك بيسألك عن تي كالي تي عن مزايات كاسك تيدي انت عتقوله ايه انا عايز مزايا با عايز كلام حلو عني با جيسوي سيرفياب لانا خدوم وجيسوي ايه ها سوسياب لانا ايه انا اجتماعي اللي ايه رقم سي تيدي كري انت تصف لكاركتير دنا مي سيرفياب يعني سمت صديق ايه خدوم بقى خدوم يعني بيساعد الناس ها يبقى هو بقى خدوم خدوم يبقى هو عندنا بيحب كل الناس ها بيساعد الناس صفات ايجابية مش هقول بيتكلم بقى كتير ولا اقول بيكره الناس ولا اقول بيأكل كتير دي صفات احنا عارفانا طيب تنا مي ابا كودا مي يعني صديقك عنده اصدقاء كتير وانت بتصف شخصيته كاس كتير دي طب واحد عنده ايه اصدقاء كتير يبقى ليه سوسياب لهو اجتماعي وهو مش خجول طرح ما عنده اصدقاء كتير طبار دي كاراكتر يعني انت بتتحدث عن السمة من الشخصية او لصديق جورمان واحنا جورمان قلنا ان هو شارع اللي بيأكل كتير جورمان اللي هو شارع اللي بيأكل كتير يبقى حقول ايه المانج بكو هو يأكل كسير ايه المانجي هو بيحب الاكل ده بالنسبة عن الجملة دي تيتان فارم انت بتستعلم سيغل سبور بريفري دو تونمي عن رياضة المفضلة الصديقة كاس كتيري ماذا تقول ده انا بستعلم يبقى حقول له ايه الغياضة اللي انت بتفضلها يبقى اقول له كالي سبور بريفيرتي وحقول له كمان عندنا ججو ججو او تينيس انا بلعب تينيس اتوا وانت يبقى دي جملة مهمة جدا عندنا اخد بالي منا فراخم تسعة تيبار لدو كاراكتر دو انا ميتي ميتي انت بتكلم عن سمات شخصية الصديق ماله بقى خجول هنعرفيه الخجول ده بتكلم شوية الخجول ده ما بتكلمش كتير الخجول ما بتكلمش للناس طيب نقوله بقى يبقى اني بار لبا اوجان هو بتحدس الى الناس طيب هو مش اجتماعي اه صفة مهمة اه تيدي كري انت تصف لكاراكتر دو كوبين دوكلاس اسمة لصديقتين في الفصل او اعتقرى كلمة كوبا كوبين لا ده هي كوبين كوبين هي بقى صديقة البراكز او في الكلمة ده هي اه هي ماشي طيب يبقى ها والسان سوسيابل شو بقى انا بتكلم عن ال اللي هي هن يبقى تاخد بالك او من الحتة دي وتاخد بالك من كل الكلمة وانت بتقرأ السؤال وتقرأه بعناي بالراح ها باسلوب سهل اه تيدي موند رخم احداشر تيدي موند اتونا مين انت بتسأل صديقك لكاراكتر دو تصون بير عن سمات والده فهو بيقول لك يا عم ده الراجل ده اجتماعي ده 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 عاصبي ابويا عاصبي طمعا كل كل العيل عندها ايه يعني ها بلاش هتكلم كتير ها تيتان فورم انت بتستعلم عن عمر صديقك حتقول ايه ها خلاص بقى حفظنا السؤال ده كيل ايه توناش ها ده السؤال ده ده خلاص بقى خدته كتير وانا حفظته بقى ها رخم تلاتاشر تونامي صديقك تيدي موند بيسألك عن تونس بوربري في نيه عن رياضتك المفضلة كاسكتي دي ماذا انت تقول اه ده هو اللي سألني وانا اللي حقول يبقى انا بفضل الباسكت ماشي حلو او يبقى انا بقى لعب تينيس ما اقول حاجة اللي لعبها يبقى انا بفضل هيبقى انا بحبه ها دكو ماشي تي اكس برام وانا عايزك تعرف ان كلمة اكس برام معناها يعبر انت بتعبر عن ما زياك صفات الحلوة اللي فيك فبتقول جسوي سوريان انا بشوش بتقول جسوي سوسيابل انا اجتماعي شوف رقم خمستاشر بتقول ايه تونة ميني باق لباقه جا يعني صديقك ما بتكلمش للناس وانت بتوصف شخصيته يبقى اكيد انت هتقول هو مش اجتماعي وهتقول كمان هو خجول لان بتكلم انت عن صديقه تعالى ناخد الجزء الخاص بالبرودكسيون وتعودنا بقى كمان صابيل تونكوبا ما اسم صديقه قدامي حلين يا اما اكتب مونكوبا بدل تونكوبا في اول الجملة يا اما اكتب ايه لا مذكر هو واكتب بعدها صابيل واكتب اسمه بقى علي محمد عبد العال هريدي اي حاجة طب ايه كمان هو عامل ايه طبعا كمان بتيجي معا فيرب اكترا بتديني السمة او الصفة او الوصف يبقى حكتب ايه لايه واشيه الكومان دايه وحط بدلها صفة بافار مثلا سرصار حكتب سوريان باشوش مثلا لو مبتسم جورمان اي صفة من الصفة طب كالسبوري البريفير ايه رياضة هو بيفضل يبقى ايه البريفير هو يفضل لو فوتبول لو تينيس دايما نخلي بالك بعد افعال الميون دايما نحط اداة المعرفة واحفظ الثلاثة العبدو الباسكت تينيس والفوتبول في اللي بعدها بيقولك سيكي طانا بي دولي سي مين هو صديقك في المدرسة اه سؤال معاقت كده وشكله مش حلو لكن سهل جدا مين صديقك في المدرسة ها يبقى حكتب كده ايه لصبع العالي هو اسمه عالي طب كالسان سيدفو ايه عيوبو يبقى ال ايه هو بيكون حط عبالي حط كلمة تميت خاجولو بفارد حط كلمة نيرفو حط كلمة جورمان حط كلمة امباسيون حط كلمة ديزوردوني يبقى انت عندك صفات كتير تشتغل عليها ها كالسان سيكالتي ايه هي المزايا بقى اكتب إلي وحط صفاتي حط اسوسيابل حط عندنا كلمة سيرفيابل حط أردوني منظم حط عندنا كلمة سيريون باشوش الى اخره من الصفات الجميلة الكويسة اللي احنا خدناها كومون سابلتك وبيندو جودو ما اسم صديقتك في الجودو يبقى حكتب ما بدلتا او اكتب ال هي سابل واكتب مثلا نادا كلا جلا ال ا ما عمرها يبقى ال ا اكتب خمستاشر وجنبها كلمة اون طبعا اللي يا سانا يبقى لا كان زون او الى بت ابيت هي تسكن فيه طبعا هكتب ال ابيت هي تسكن واكتب ا واكتب بعدها المدينة على طول بكو طيب في الموضوعات قدم جارك في الحي زي قدم صديقك بالظبط ما فيش اي مشكلة فيها وحناخد هنكتبها مع بعض دلوقتي ونشوف بنكتبها ازاي الموضوع اللي بعده بيقوله بريزونتو طوا قدم نفسك ده اخدناها قبل كده مع بعض وعارفينه تعالوا بقى نبدأ نشتغل على الوحدة التانية ها نتابع طبعا وناخد بنا كويس قوي ونبتدي مع بعض بإذن الله في الوحدة التانية ها ونشوف الوحدة التانية هنشتغل فيها ازاي ونبتدي في الفيديو الجاي بإذن الله على طول اهم يلا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة